دي من المؤشرات المهمة لانهيار عالم السينما يا جماعة يوم ما ابتدي اتفرج على افلام لجرار باطلر تعرفوا ان الصناعة في خطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم جرين لان احنا المرة دي مش على ستريم المرة دي انا بسجل بس وده لاني شفت الفيلم مبرح بالليل وحسيت النهاردة ان انا عاوز اتكلم عنه واحنا عادة لما بنعمل الستريم بتاعنا بيبقى بالليل متأخر شوية وانا عاوز اتكلم عن الفيلم والافكار لسه حضرة في ذهني فيلم جرين لان بينتمي لنوعية الافلام بتاعة الكوارث الطبيعية والكارثة اللي احنا بنتكلم عنها في الفيلم ده هي كارثة مذنب جاي من مجرة تانية او حاجة زي كده بس دي مش معلومة مهمة جدا لان الاطار بتاع الخيال العلمي مش المفروض يطغى على تفكيرنا وحنا بنتفرج على الفيلم ده المهم المذنب ده المفروض انه هو حيمر على الغلاف الجوي بتاع الارض ومش مفترض انه هو يخلي في اي نوع من انواع الضمار الا شوية شظايا المفروض انه هي دي اللي هتوصل للارض يعني ولكن سريعا بنكتشف من خلال عائلة مكونة من مهندس ومراته وعلاقتهم مش مستقرة اوي مع بعض وابنهم اللي بيعاني من مرض السكر ان الحقيقة في شظايا من دي هتضرب الارض فعلا واول شظايا منهم بتخلف نوع من انواع الضمار وده بيتزامن مع تحذير بيوصل لعدد معين من الناس بان تم اختيارهم للانقاذ او للاجلاء والرسالة دي بتوصل لأسرتنا وبيكون مطلوب منهم ان هم هيسيبوا كل الناس اللي يعرفوهم وكل الناس اللي بيحبوهم ويتوجهوا لقاعدة جوية عشان يتم اجلاءهم لأحد المواقع الامنة واحداث الفيلم بتاعنا بتنطلق مع عدد كبير من المغامرات وعدد كبير من المراحل المغلفة بالمعاناة من اجل الوصول لبر الامان في النهاية فيا ترى ايه اللي حيحصل حابب افكركم سريعا بانكم تشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين وتشغلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا اول ما في حلقة جديدة تتنشر مبدئيا كده فيلم جرين لاند انا اتفرجت عليه من خلال تورنت رغم انه موجود بالفعل في السنما في مصر ولكنه بيتم توزيعه من خلال امازون برايم وانا مشترك في امازون برايم فانا الحقيقة ضميري مرتاح لاني المفروض ان انا دفع ثمنه وعموما اصلا عشان انا اتفرج على فيلم الجرار باطلر المفروض اخد فلوس مش ادفع فلوس والحقيقة انا دخلت الفيلم ده والظن اللي في مخي انه احد افلام الكوارث المعتادة شبه The Day After Tomorrow شبه 2012 شبه Deep Impact شبه سان اندرياس وعموما ان الافلام دي لما نحطها على تايم لاين كده هتحسوا مجودتها عمالة تتراجع مع الزمن يعني في البداية كانت مبهرة جدا ومفاجئة جدا بعد كده بقت غرقانة في المؤثرات البصرية مطيرة للاعجاب وبصراحة عادة من البداية اوي التفاعل البشري او العواطف الانسانية فيها بيتم تقلصها لشوية دموع وشوية احضان وخلاص وانا الحقيقة ما كنتش متوقع احسن من كده بكتير في فيلم جرينلاند لكنه بمنتهى الامانة فجئني ان اولا العنصر الخاص بالضمار والخطر اللي بيهدد الارض لا يمكن نسبه بالكامل للخيال العلمي لانه وارد جدا يحصل في اي لحظة وثانيا لان الكارثة دي ما هيش مركز الاهتمام واحنا بنتفرج على احداث الفيلم المركز الحقيقي هو البني ادمين اسرتنا والناس اللي حواليهم والناس اللي بيقابلوهم خلال المراحل بتاعت مغامرتنا في الحتة دي بالتحديد الفيلم بيبعد شوية عن الاوالب اللي احنا حفظينها عن افلام الكوارث وبيقرب اكتر من افلام ممكن برضو يتم نسبها للخيال ولكن كان فيها العنصر ده العنصر الانساني افلام زي كلوفر فيلد الاولاني او وورف دي وورد صعب قوي نتفرج على نقطة الانطلاق بتاعت الاحداث بتاعتنا وجدلا هقول التلات اربع الاولانيين بتوع احداث الفيلم من غير ما نحس بقدر كبير جدا من القلق ومن التوتر ومن الترقب ومن شد الاعصاب لان بستثناء العنصر الخاص بالسبب بتاع الضمار وشكله اللي بيحصل على الارض سهل جدا نتخيل ان لو حاجة بالطريقة دي حصلت فعلا رد الفعل جوه الشارع ما بين الناس حيبقى شكله كده فعلا فيه ناس الحدث ده حيطلع اسوأ ما فيهم وفيه ناس الحدث ده حيطلع افضل ما فيهم وفي كل مرة بتمر بمرحلة معينة او مقابلة معينة او غرض معين عاوز تحققه وارد جدا تقابل حد من دول او حد من دول ضيف لده بقى اسوأ الكوابيس اللي ممكن تفكر فيها من اخطاء صغيرة ممكن ترتكبها والتمن بتاعها هيكون شكله عامل ازاي في ضل الاحداث اللي بتحصل ما بحاولش اقول ان الفيلم مجرد تماما من المؤثرات البصرية او من مشاهد الضمار اللي المفروض تحسس المشاهد بالاندهاش بس في القسم الاعظم من احداث الفيلم الهدف بتاع ده هو دعم العنصر الدرامي والانساني ومحاولة الاستعراض فيها قليلة جدا وان كانت جيدة جدا من الاخر كده سهلة اوي تتفرج على فيلم زي ده وتقول اللي عاملينه اذكياء جدا لان تنفيذ المشاهد اللي فيها استخدام كثيف للمؤثرات البصرية ما تمش بقدر كبير من الارنانة وما كانش الهدف بتاعه انه يحسسك انك بتتفرج على حاجة ميجا او عملاقة او ضخمة ولما تدقق شوية ممكن تبتدي تقول على فكرة الطريقة اللي تم بيها تقديم الموضوع ده ممكن ما تكونش سهلة ولكنها بكل تأكيد مش مكلفة واعتقد ان هو ده التوازن المطلوب لاي فيلم في الدنيا عشان نقدر نقول انه هو حقق المعادلة الصعبة فيلم تصنيفه الاساسي تجاري ولكن لما نيجي نتكلم عليه من المنظور الدرامي او الفني مش هنلاقيه خفيف قوي على مستوى الشخصيات وبعيدا عن التصنيف اللي احنا قلنا عليه بتاع الناس اللي بيطلع اسوأ ما فيهم والناس اللي بيطلع افضل ما فيهم عندنا العناصر الرئيسية بتاعت المغامرة بطلنا جرار باطلر وامراته اللي هي مورينا بكارن وابنهم الصغير والتلات عناصر محسوسين جدا ده كمان مش من الافلام اللي بنقابل فيها بطل خارق مطلوب منه انه يحمي الانثة مهيضة الجناح اللي ما بتعملش اي حاجة في الحياة والطفل البروتة اللي ما بيطلعلوش صوت مش عايزة تكون بحرق بس كل واحد من دول في احداث الفيلم بطل قصته ويمكن هنا كمان حسيت بفيلم حقيقي بيحترم الجزء الخاص بالرسائل بتاعت الفيمنيزم ودعم المرأة من غير ده ما يكون صارخ اوي في وش المشاهد ومورينا بكارن في تقدير الشخصي هي افضل اداء في الفيلم ومن غير تحيز يعني رغم اني عمري في حياتي ما هعترف باللي في بالكو ده لان اصلا جرار باطلر مش كويس في الفيلم واداءه مش مثير للاعجاب وده بجد والله من غير اي تحيز في مشاهد كتير جدا ممكن تكون بتلمس في السبب الاساسي اللي بيخليني اقول عليه قول قاسة ردود افعال يابا الحج مفترض تكون بشكل معين وانت بتحسسنا بالغربة واحنا بنشوفها يمكن افضل مشاهده على الاطلاق هي المشاهد اللي بتنتمي للعالم بتاعه العالم بتاع الاكشن الرخيص اللي عمره في حياته معاجب حد وعمره معاجب حد ديت اللي هو انا يعني مع الوضع في الاعتبار ان داخل احداث الفيلم برضو كتير منها متقدم بشكل كويس جدا منها مشهد معركة ومشهد حدثة عربية حقيقي من اكتر المشاهد اللي شفتها ابتكارا بس حرجع واقول انه يمكن جرار باطلر في الفيلم ده كاستنج تشويس او اختيار توظيف في الدور موافق جدا لان المشكلة الرئيسية القائمة ما بين الزوجين متطلبة بروفايل معين في شخصية الزوج اعتقد ان هو مناسب لي قوي ومش ممكن تأدير الاداء التمثيل اللي موجود في الفيلم من غير ما نعدي بالمحطات اللي ابطالنا بيمروا بيها والشخصيات اللي بتقضي معانا عدد من الدقايق وبعدين بتختفي واللي كلهم بلا استثناء كانوا جيدين جدا طول ما انا عمال اتكلم بقى عمال اقول التلات تربع والقسم الاعظم هي ايه المشكلة في الربع اللي فاضل هو اولا فيلمنا مش فيلم خط زمني واحد يعني ما نقدرش نقول ان احنا بنبتجي بغرض معين والدنيا بتنتهي بمجرد تحقيقه احنا عندنا حبكة رئيسية في الفيلم ولكن الحبكة ديت من نقطة تقدمها لدرجة تفجرها لنهايتها ما هياش نهاية الفيلم بنتوقف في النقطة دي شوية وبعدين بننطلق لمرحلة اخرى وده من حيث المبدأ ما دايقنيش على الاطلاق بل حسيت ان هو ممكن يساهم في انه يقدم لي وجبة متنوعة المراحل وخلاني ابص على القسم اللي فاضل بدرجة ترقب كبيرة ظنن مني انها ممكن برضو ما تكونش المرحلة الاخيرة بس الحقيقة القسم اللي فاضل بينتمي بالكامل بقى للتصنيف اللي انا قلتلكم عليه الخاص بافلام الكوارث ومحاولة اللحاق باخر اي حاجة في الدنيا رايحة اي حتة في الدنيا علشان نعدي من اخر بوابة حتقفل في الدنيا على اخر دي الحيوان حيعدي من الدنيا واخر شعر انتوا فاهمين انا بتكلم عن ايه يعني ودي المفروض انها القسم اللي فيه اكتر ارضاء للمشاهد لان هو ده القسم اللي فيه اكبر درجة من درجات الاثارة المعتادة لكن بالنسبالي انا والعدد كبير من المشاهدين طبعا ده اكتر قسم متوقع ومفهوم جدا اللي حيحصل فيه فبالنسبالي جرين لاند حينتمي لعدد كبير من الافلام اللي فيه نقطة معينة في نص وكده كنت اتمنى انه ينتهي فيها وخلاص فيلم جرين لاند يا جماعة فيلم كويس جدا وممتع جدا ومسلي جدا ولو فيه اي حد حيفوته يا اما لانه فعلا ما بيحب الجرار باطلر زي بالزبط او متأثر باني ما بحب الجرار باطلر وممكن يفوت الفيلم بناعا على هذا الرأي فانا عامل الحلقة داية علشان انقطكم من هذا الفخ الفخ اللي انا نصبته اصلا الفيلم كويس وحلوة ومتاح لو عاوزين تنزلوا وتتفرجوا على فيلم في السينما لو حشدكم السينما حتنبستو لو عاوزين اي طرق تانية اعتقد برضو منتو حتنبستو مشكلتين الفيلم الوحيدتين تكمنان في القسم الاخير من الاحداث وواقع انه هو فيلم الجرار باطلر وبما ان الحلقة دي خدت شكل المراجعة الكلاسيكية فما فيش اي منع ان احنا نقول تقييم وتقييمي لفيلم جرين لاند هو 7 من 10 و7 من 10 دي في فيلم الجرار باطلر يا جماعة مش سهلة حقيقي مش سهلة وفي منقشة الحلقة اعاوز اعرف رأيكم عن افلام الكوارث بشكل عام ايه هي افضل الافلام اللي شفتوها اللي بتنتمي للتصنيف ده وهل شايفين ان ده تصنيف لسه ممكن تطلع منه افكار كويسة ولا لأ ياريت تساهموا برأيكم في القومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي